بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثالث من الفصل السادس من المقرر هندسة البرمجيات الجزء ده جماعة بيتكلم عن Object Classes Identification أو تحديد وتعريف الـ Classes طيب نقول مع بعض Object Class Identification إزاي يا جماعة نعرف الـ Class إزاي يبقى عندك برنامج وتقدر تحدد الفئات الفرعية فيه الـ Classes اللي موجودة قدامك الأول نقول إيه؟ نقول إن تحديد الـ Classes أمر صعب مش سهل يعني علشان تعرف الـ Classes والفئات الرئيسية اللي أنت هتتعامل معها في النظام ده شيء بيعتمد على الخبرة وبيعتمد على مفهومك للنظام وبيعتمد على النظام نفسه وتعامله مع البيئة المحيطة والموضوع مش موضوع يعني أديك فورميولة كده ولا أديك عمليات حسابية تطلع منها الـ Classes لا مفيش ماجيك فورميولة يا جماعة مفيش أمر سحري أديه للحاسب يطلع الـ Classes الموضوع بيعتمد على الخبرة كنت طيب وإيه كمان؟ بنقدر نقول كمان إنها عملية إذن عملية تقريبية يعني ممكن تطلع أول مرة Classes مش كاملة بعد كده بتطلع Virgin تاني Classes فيه كاملة بتحاول تبقى يتوصل لإيه لإنك أنت وضحت كل Classes الموجودة في النظام وبطريقة تكرارية ممكن أول مرة بيبقاش كل حابي عندك كاملة لكن بمرة واثنين وثلاثة واربعة تقدر تعرف Classes عندك هي إيه بالظبط نقول الكلام ده مع بعض Identifying Object Classes is often difficult part of Object Oriented Design يعني هي موضوع صعب في Object Oriented مفيش Magic Formula شباب مفيش حل سحري معاي عشان تعرف Classes عندك وكمان بنقول إيه بقى؟ بنقول إنها Iterative Process عمرية تكرارية تكرارية معناها إنك أنت مش من أول مرة تقدر تحدد كل Classes اللي عندك في النظام طيب ناخد مثال مع بعض المثال ده عبارة عن إيه؟ Document قدامنا شرح لنظام معين نقرأ ونحاول بقى نستنتج تفتكروا أنتو هتستنتجوا معايا إيه هي القلاصات الأساسية اللي موجودة في النظام طيب نشوف مع بعض Weather Station Description شرح لمحطة أرصات جوية طيب الشرح بيقول إيه جماعة؟ الشرح بيقول إن محطة الأرصات الجوية هي إيه؟ هو Software Controlled Instruments يعني بتتحكم في أجهزة Software بيتحكم في أجهزة بيتجمع الData من خلال هذه الأجهزة بيتم على الData عملية معالجة وبعد كده بننقل الData اللي هتحصل عليها معالجة دي بننقلها إيه؟ لأجهزة أخرى معايا يا جماعة؟ فهمتوا كده؟ يبحث أصير جوية بيتجمع الData بعد ما بتجمع الData طبعا بتجمعها من طريق أجهزة وبعد كده بيحصل لها Processing بيحصل لها بعض العمليات ثم تنقل هذه الData لأجهزة أخرى معايا؟ جميل طيب الData اللي بتتنقل من مكان ل مكان داتي ممكن يحصل لها بعض العمليات زي مثلا يحصل لها تلخيص بنلخصها شوية تبقى ملخصة ممكن تبقى يتم تجمعها في في جداول يتم تجمعها في بيانات معرفة وهكذا تعالوا نقرأ نظام مع بعض وبعد ما نقرأ سواء نحاول نقول الclasses اللي موجودة عندنا هي ايه؟ بنقول A weather station محطة الأرصاد الجوية is a package of software controlled instruments هي ايه؟ package من software يتحكم في أجهزة which ايه بقى؟ collect data بتجمع البيانات perform some data processing بتايمت بعض العمليات على ال data transmits this data for further processing جوبتين البيانات لأماكن أخرى لمزيد من عملية المعالجة الأجهزة بقى اللي بتتحكم فيها هي ايه؟ مثلا عسيب الميثيل include air and ground thermometers anometers anometers wind event barometer and rain judge كل دي اجهزة هي بتتحكم فيها والdata بيتم تجمعها بصورة القائلة ايه؟ و ايه؟ و دورية جميل طيب when a command is issued لما يجيه يتم اصدار امر to transmit the weather data عشان ننقل البيانات الـ tax the weather station processes and summarizes collected data يعني بتبدأ بقى تعمل عملية معالجة وايه؟ وتلخص ال data دي وتنقل ال data اللي احنا لخصناها ديت لأماكن أخرى وكمبيوترات أخرى The Samurai is the data is transmitted to the mapping computer when a request is received طيب يا جماعة بعد ما قرينا الكلام اللي على الوزر الستيشن ده تفتكروا انتوا بقى لو احنا نقول ان ايه الكلاسز الرئيسية اللي ممكن نستخلصها من هذه المعلومات ايه هي الفئات الرئيسية اللي ممكن نقول انها نواة ان احنا نبني بيها البرنامج عندنا هيا تفتكروا قولوا انتوا بقى هيا يلا نشاور مع بعض كده اه صح عندك حق مش كده تعال نشاور مع بعض ها بلون ايه جديد ونقول ايه ال air and ground thermometers ده يا جماعة ممكن يكون ايواء ممكن يكون يا جماعة يعني السرموميتر يكون يكون ممكن يكون كلاس ممكن ال air thermometers يكون كلاس لوحده وال ground thermometers يكون كلاس لوحده وايه كمان برافو عليكو الانوميتر ممكن يكون كلاس طب عرفنا هزا ان هو كلاس لازم يكون له صفات خاصة بيه هو هو بس يتماس بهذه الصفات مش كده مش حتفقنا على كلام ده قبل كده اه ال classes اه اه ايه يا جماعة اه اه لازم تبقى صفات خاصة بقى هاي فعلا الثرموميتر لها صفات خاصة الانوميتر له صفات خاصة طب ال wind van اكيد لها صفات خاصة بها هي بس يبقى اكيد ده كلاس والبروميتر والرينجاج ايواء اذا اي حد في النظام له صفات خاصة بيه هو بس ممكن نقول عليه نوع ايه كلاس بدأنا نفهم ازاي نطلع الكلاس من مجموعة كلمات قدامنا نقدر نحدد الكلاس بايه بالصفات الاساسية اللي هتكون موجودة وعايز اقولك ايه كمان ايه رأيك في ال wizard data ما ال wizard data كمان كلاس مش كلام ليه بيانات المناخ وبيانات الطقس مش ايه بيانات بيانات خاصة معينة للوذر بس اذا من الممكن احنا بردو نعتبر هده ايه كلاس معايا يا جماعة ال wizard station مهي كلاس الوحدة يا جماعة wizard station مهي كلاس بردو الوحدة لها صفات وخصائص خاصة بقى هي بس ما انا قلتلك يا جماعة الموضوع خبرة خبرة وتعامل وتقرأ كتير وتقرأ في الايه ها؟ وتقرأ انظمة كتير وتقرأ ملخصات لانظمة كتير عشان تفهم تفهم ازاي تطلع الكلاس منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته